بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته ومع برنامجكم الفتاوى من أجلك نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا لهذا البرنامج والسؤال الأول تقول السائلة إن زوجي بخيل وأنا وعيالي ومعنا أمه حوالي سبعة أشخاص ويرسل إلينا ما يقارب ثلاثة آلاف من الجنيهات ولا أستطيع أن أوفر حاجات البيت وأنا لا أعمل فماذا أصنع أقول وبالله التوفيق إن الواجب على الآباء أن ينفقوا على أبنائهم ولا سيما إن كانوا صغاراً ولم يصلوا مبلغ التكليف ولهم أبواب للعمل فواجب على الزوج أن ينفق على زوجه طعاماً وشراباً وكساءاً وإيواءاً بما يناسب ظروف المحلة التي تعيش فيها يعني في ضوء المجتمع الذي تعيش فيه ولا سيما إن كان من أهل اليسار عليه أن ينفق على ولده بل أن يزيد على ذلك ببعض الصدقات كاللقم يضعها في في مرأته أما وإن هذا الزوج كما تقول على حد قول الزوجة أنه بخيل عليها أن تطلب منه ما يوفر حاجات أولاده طعاماً وشراباً وكساءاً وتعليماً وطباً وأن يقوم على رعاية أمه فهو مسؤول شرعاً عن رعايتها إن لم يكن له من يشاركه في إعالتها إن لم يفعل عليها أن ترفع الأمر إلى ولي أمره وأن تطلب جلوس حكم من أهله وأيضاً جلوس حكم من أهله وأن تعرض عليهم الأمر وأن يلزم بهذا وأنا أنصح هذا الزوج أن يتق الله ما دام على يسار وأن الله تعالى فتح له أبواب الرزق الوفير فلماذا تبخل على نفسك وولدك وزوجك وأمك فاتق الله تعالى في مثل هذه الزوجة وأولادك وأمك الله تعالى يخلف عليك ويبارك فيك وفي ذريتك إن أصر عليك أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر هذا والله تعالى أعلى وأعلم السؤال الثالي الذي ورد إلينا تقول السائلة بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أما بعد سؤالي هل يجوز لي لو أهلي أتوا إلي بأشياء كطعام وشراب أو أموال هل يجوز لي أن أخرج منه بنية أن يجعل الله بيت أهلي عامرا أن تتصدق نعم هذا أمر طيب أن تتصدقي بهذا لأنك لك الحق وليس لزوجك أن يمنعك لأن هذا الطعام أو الشراب أو المال هو ملك لك عن طريق هبة أبيك وأمك أو أخوانك وأخواتك ولك حرية التصرف في هذا المال في ضوء ما يرضي الله وكونك أيها السائلة الفاضلة تتصدقي ببعض هذا الطعام أو ببعض هذا المال فلك ثواب الصدقة ولك ثواب النية والله تعالى يخلف عليك وعليهم بكل خير آمين سؤال ثالث ورد إلينا من سائلة تقول هل في الصلاة المفروضة تكبيرات محددة الصلاة أيها الكرام فيها تكبيرات تكبيرة إحرام وهي ركن وتكبيرة انتقال وهي سنة داوم النبي عليها نعم لكن لا تبطل الصلاة بمسيان تكبيرة الانتقال وإنما تبطل الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ما المقصود بتكبيرة الإحرام؟ المقصود بتكبيرة الإحرام عندما ينوي الإنسان الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاءا أو فجرا فنيته مقترنة بتكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الدخول في الصلاة يحرم على نفسه كل شيء من أمور الدنيا إلا تكبيره لله وتعظيمه لمن وهبه الحياة وقراءته للفاتحة وركوعه وسجوده ورفعه باطمأنينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وطلبا لرضاء الله تبارك وتعالى فكل ركعة فيها تكبيرات انتقال لكن الصلاة جملة لها تكبيرة واحدة تسمى تكبيرة الإحرام هي بوابة الدخول في الصلاة وعندما عرف العلماء الصلاة قالوا هي أقوال وأعمال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فبداية الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام والخروج من الصلاة بالتسليم ما بين تكبيرة الإحرام هناك تكبيرات انتقال أو تسبيحة الرفع من الركوع كأن يقول المصلي سمع الله لمن حمده هذا والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر تسأل السائلة فتقول أنا مسلمة وتزوجت ولكن تأخر الحمل وبسبب تأخر الحمل حدثت بيننا مشاكل بيني وبين زوجي مع أني حافظة لكتاب الله وأعلم أنه لا يجوز لي أن أذهب إلى بعض الناس لأني لا أثق فيهم فمن السهل أن يكونوا دجالين وأنا أخاف أن أعصي الله تبارك وتعالى فهل ممكن يكون في هذا الأمر سحر يؤخر الحمل أقول وبالله التوفيق أولا قضية تأخر الحمل لها عدة عناصر عنصر يتعلق بالعقيدة الله تعالى هو الوهاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إذن لابد أن أوقن بأن قضية الذرية هي هب من الله فإذا قدر الله بالولد فأحمده وأشكره وإذا حرمني الولد أرضى وأصبر وأقول دائما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فإياك أيتها الأخت السائلة أن تغفلي عن هذا أو أن يوسوس لك الشيطان هذا أولا ثانيا هناك أمر تعبدي إذا تأخر الحمل لابد أن أذهب إلى طبيبة متخصص أو إلى طبيب متخصص تداوى عباد الله فما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء فلابد أن أطرق باب الطب وأبحث هل هناك علة مرضية كأن يكون هناك بعض التكيسات أو بعض الأمور المتعلقة بمحل عفة المرأة ورحمها الذي يقول هذا لا يقوله شيخ أو غيره إنما يقوله عالم متخصص طبيب بالمسألة فلابد أن تذهبي أنت وزوجك إلى طبيب أو إلى طبيب متخصص وهو أيضا يكشف ويسأل وينظر هل هناك علة مرضية تؤثر على قوة أو ضعف الحيوانات المنوية أم لا الذي يقول هذا هو الطبيب معامل التحليل فإن قال الطبيب بأن هذا الأمر في علة مرضية علينا أن نطرق باب الدواء والشافي هو الله نعم تداووا عباد الله تداووا أمر فعل مضرع في معنى الأمر أي يطلبوا الدواء نعم إذا قال الطبيب أو قالت الطبيبة ومعامل التحليل أنه لا يوجد أي مانع وأن المرأة كاملة وليس هناك حاجز أو مانع من الحمل وأن الزوجة أيضا كذلك حينئذ الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أطرق باب الرقية وأن أكثر من الدعاء الدعاء يغير بعض الأقدار بشرط أن يكون هناك يقين حقيقه لعبدي ما طلب فلقد سبق يقينه قدري وقضية الأقدار عندما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أنا أؤمن إيمانا بأن الله قدر كل شيء لكنه في نفس الوقت أمرني أن أفر إليه من قدر إلى قدر من المرض إلى طلب الدواء من الجهل إلى العلم من الجهل إلى العلم من الضعف إلى القوة الضعف قدر لكن هناك قدر آخر أمرت أن أنتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما علم بوجود الطاعون طاعون عمواس قال له مرجع فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله قال لا إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله أفر من قدر الله إلى قدر الله فأقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء وعلم هذا الأمر العقد لكن الأمر التعبدي والعملي أن أنتقل من المرض إلى طلب الدواء وهذا قدر وهذا قدر إذن الدعاء يغير الأقدار لأني أطلب من بيده أدعو من بيده مقاليد السماوات والأرض ادعوني أستجب لكم ما أدعوني وحدوني اطلبوا مني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لكن بشرط عندما أدعو أوكن أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة رب لا تذرني فردا وأنت غير الوارثين دعوة نبي الله زكريا ما الذي حدث الله تعالى حقق له ما طلب ولكن قضيتي ألا أشغل بكثرة الطلب وإنما أن أنشغل دائما بالمطلوب المطلوب أن أعبد ربي وأن أكثر من الدعاء وأنا على يقين أنه لن يرد يدي صفرة أسأل الله رب العالمين أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يفتح لكما بابا من الأمل وأن يحقق ما أردتما من خير آمين آمين سائلة أخرى تقول عندما أنام أشعر بأن هناك حاجة تخلق ولما كنت أقوم أقع على الأرض وأقعد قليلا فلما يعني أفيق أرجع إلى طبيعتي وأقوم أصرخ بالليل وأنا لا أسمع نفسي لكن من يجلس بجواري يسمعني فماذا أفعل أولا هذه الحالة لها دواءان الدواء الأول وهو أن ألزم دعاء النوم وأن أنام على وضوء قبل أن أنام أدعو دعاء النوم وأن أقرأ آية الكرسي وأن أقرأ المعوذتين وأنفخوا في كفاية وأمسحوا بها بدلي فهناك من يسمى بالجسوب وأكثر من قراءة المعوذتين هذه واحدة أما كونك تصرخين وأنت لا تسمعين هذه علة مرضية حالة نفسية يجب عليك أن تذهبي إلى طبيبة متخصصة في علم النفس تجلسي معها مع هذا كله عليك أن تكثري من الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء هذا والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر تقول السائلة إن زوجي يتهمني بالباطل وأنا في هذا الوقت أنه يكثر من هذا الاتهام ويعلم الله أن كل هذا الكلام كذب وأنا ست بصلي وعرف ربنا كويس بس هو بيتهمني أولا أدعو الله أن يهديه وأن يباعد بينكم وبين الشيطان الرجيم فمهمة الشيطان أن يفسد الأسرة الواحدة وأسوأ أنواع الشياطين بالنسبة للإنسان وأسعد أنواع الشياطين بالقرب من الشيطان الأكبر هو من يفسد بين المرء وزوجه ولا حول رقوة إلا بالله وفي نفس الوقت عليك أن تكلميه وأن تعظيه وتذكريه بالله لأن رمي المحصنات بالباطل عذابه شديد وإن اتهمك بالفعلة النكراء عليك أن تقفي معه وأن تأتي بحكم من أهلك وحكم من أهله وأن تعرضي عليهم الأمر وأن هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى وأنت حينئذ مخيرة بين أن تقسمي خمسا بأنه أربعا بأنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين ويحلف هو الآخر وتركيه إذا كان لكن قبل هذا عليك أن تشير له ما دام كثير الشك وكثير الاتهام هذا مرض نفسي لابد أن يذهب إلى طبيب أمراض نفسية الشك والوسواس القاهري ومثل هذه القضايا لا تكفي فيها الأذكار والرقية إنما الرقية الشرعية والأذكار تباعد بيننا وبين الشيطان لكن العلاج أن يذهب إلى طبيب متخصص نفسي يعطيه بعض الأدوية التي تعيد إليه اتزانه وتعمل على إعادة هيكلته كإنسان يضبط اللسان ويركن إلى مكارم الأخلاق والأفعال ولا سيما اتجاه زوجه هذا والله تعالى أعلى وأعلم سؤال ورد إلينا وهو مهم تسأل السائل وتقول لماذا لا نسمع عن عقوق البنات لأمهاتهم بعد زواجهم والمفهوم الخاطئ أن بعد الزواج الطاعة تكون للزوج وأين حقوق الوالدين من البر هذا إسقاط حقوق البر الذي أمرنا الله تعالى به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلوات ربي وسلم عليه فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك هذا ما تقوله السائلة أقول أيها الكرام إن قضية تبر البنات للأمهات تحتاج إلى تجديد وعي لأن هناك ثقافة متواترة على أن البنت إذا تزوجت لا يجوز لها أن تصل رحمها إلا إذا أذن لها زوجها وإذا منعها عليها أن تمتنع أقول للزوج لا حق لك في هذا أن تكون سببا في قطع الأرحام كما أن الإبن عليه أن يصل الرحم كذلك على البنت أن تصل الأرحام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الخطاب ليس خاصا أيها السائلة للأولاد الذكور وإنما هو عام للذكر والأنث للولد والبنت لكن دائما القرآن يخاطب بصيغة المذكر من باب التغليب وصيانة للمرأة كما أن المرأة إذا تزوجت هي أسيرة عند زوجها لكن لا يجوز للزوج اعتمادا على رواية لصحة لها أن امرأة مرض أبوها وزوجها على سفر فأرادت أن تذهب إلى أبيها وهو على فرش المرض فلم يأذن لها رسول الله هذه رواية ليس لها يعني درجة من الصحة وإنما تواترت عند الناس ولا حول أوقاته إلا بالله إنما لا يجوز لنا أن نقطع الأرحام أو أن أكون سببا في قطع الأرحام إنما على الأب والابن والبنت أن يصل كل منهما أباه وأن يبر بأبيه وأمه لكن القيامة على الرعاية المطلوبة هي على الولد لأن الولد أمره بيده وأخته المتزوجة أمرها بيد زوجها وقد تكون على سفر وقد لا تستطيع أن تقوى على رعاية أولادها ثم المكث الطويل على رعاية أمها المسؤول هنا في البقام الأول هو الولد الذكر ثم من بعده البنت هذا هو الأصل لكن قطع الرحم عدم السؤال عن الأب والأم هذا أمر مرفوض في ديننا لأن الخطاب عام للكل للذكر والأنثى نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال وصلة الأرحام كما نسأله سبحانه أن يبارك في أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وأن يحفظ بيوتنا وبلادنا اللهم آمين آمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية وآل بيته الطاهرين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته